السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا فيديو عن جميع الأسئلة المحتملة للفصل الأول في مادة التربية العلمية للسنة الرابعة ابتدائي اخترنا لكم هذه الأسئلة في عشرة تمارين كاملة إذن سأترك لكم هذه النماذج في صندوق الوصفة تجدونها جاهزة للتحميل إذن نبدأ بها التمانين الأول قال أكمل الفراغ بالكلمات المناسبة تتمثل كل حركة تنفسية في شهيق وزفير إذن هناك حركتان تنفسيتان فقط لهم الشهيق والزفير الشهيق وهو دخول الهواء إلى الجسم والزفير هو خروج الهواء إذن أثناء الشهيق يدخل الهواء من من المنخران من المنخران أو من المنخران والفم مع بعض من المنخران إلى إلى ماذا؟ إلى الرغام ثم إلى القصبتان الهوائيتان ليصل إلى إلى الرئتين من فهم؟ إذن يسلك هواء الزفير الاتجاه المعاكس للشهيق إذن هو يتجه في الاتجاه المعاكس أثناء الشهيق يدخل هواء غني بماذا؟ عند الشهيق عند دخول الهواء يدخل الهواء غنياً بالأكسجين بالأكسجين وأثناء الزفير يخرج الهواء غنياً بغاز الفحمة وبخاري الماء أنا خيرت هذا التمرين يكون صعب قليلاً وعنما لكن ربما في الاختبار يكون أجب بصحيح أو خطأ أثناء الشهيق يدخل هواء غني بالأكسجين صحيح أو خطأ لكن يجب أن يحفظ التلميذ هذه الخلاصات إذن نبدأ بالتمرين الثاني قال يصيب الجهاز التنفسي أمراضاً خطيرة مثل الربو وسرطان الرئى والحساسية أذكر القواعد الصحية الواجب اتخاذها لضمان صحة الجهاز التنفسي ركزه لضمان القواعد الصحية لضمان صحة الجهاز التنفسي إذن وش نديره باش نحم الجهاز التنفسي إذن أول شيء وهو الابتعاد عن الأماكن الابتعاد عن الأماكن الملوثة لأنه يوجد بها هواء ملوث أيضا عدم الجلوس مع المدخنين أيضا تهوية الغرفة أو مكان دراسة أو المدرسة أيضا ممارسة الرياضة إذن هذه أربعة قواعد سحية لضمان الجهاز أو سحة الجهاز التنفسي الآن فيها 83 قال أكمل البيانات على الشكل ثم ضع عنوانا مناسبا للرسم وأيضا بخط أحمر بين مسار دخول هواء الشهيق إذن أول شيء قال أكمل البيانات لدينا رسم تخطيطي هنا المنخران ثم الفم ثم هذا يسمى الرغامي ثم القصبتان الهوائيتان القصبتان الهوائيتان ثم رئة يسرى ورئة يمنى إذن هذا رئتان إذن هذا يسمى رسم تخطيطي للجهاز التنفسي للإنسان إذن ركزوا أيضا على العنوان هو رسم تخطيطي للجهاز التنفسي للإنسان ثم قال بخط أحمر بين مسار دخول هواء الشهيق إذن بخط أحمر نكتب هنا الرسم غير واضح لكن نبين بسهم هنا عند القصبتان الهوائيتان يجب تقسيم الأسهم إلى جهة يمنى وجهة يسرى حسب الرئتان نفهم؟ هكذا يصبح الخط أو المسار دخول هواء صحيح الآن مع التمرين الرابع قال أكمل الفراغ يتكون الجهاز الهضمي من من الفم إذن اللقمة تدخل عبر الفم يتكون الجهاز الهضمي من الفم والتي تنزل منها المأكولات أو الأغذية تسمى الرغامي لا في التنفس نقول الرغامي لكن في الهضم يسمى المريء إذن يتكون الجهاز الهضمي من الفم والمريء والمعدة والمعي الدقيق والمعي والمعي الغليظة الذي ينتهي بفتحة شرج تتعرض الأغذية التدريجي تتعرض الأغذية للتفكيك للتفكيك التدريجي أو نقول للتحل للتدريجي تتعرض الأغذية للتفكيك التدريجي خلال مسارها داخل الأنبوب الهضمي فمظهرها فيتغير مظهرها فيتغير مظهرها إنها عملية الهضم إنها عملية الهضم ثم فيتغير الخامس قال أكمل البيانات إذن عندنا رسم تخطيطي لماذا؟ قال أيضا ضع عنوانا مناسبا للشكل إذن هذا الشكل هو رسم تخطيطي للجهاز التنفسي لا للجهاز الهضمي للجهاز الهضمي للإنسان ثم نكمل البيانات هنا لدينا الفم الفم إذن اللقمة تدخل عبر الفم إلى المريء هذا يسمى المريء ثم المعدة بعد المعدة يتجه إلى المعي الدقيق المعي الدقيق ثم إلى المعي الغريضة إلى المعي الغريضة ثم يخرج من فتحة الشرج مفهوم؟ إذن قال أكمل البيانات أضع عنوانا مناسبا للشكل بخط أحمر أرسم مسار اللقمة في الجهاز الهضمي أيضا نفس الشيء نرسم بأسهم سغيرة مسار اللقمة التي تدخل عبر المريء إلى غاية المعدة ثم في المعي الدقيق ثم إلى المعي الغريضة ثم تطرح الأغذية الغير مهضومة عبر فتحة الشرج على شكل فضلات مفهوم؟ في أتبري أن هذا سادس قال أكمل بما يناسب باستعمال العبارات الآتية لدينا الدم غير المهضومة فضلات المهضومة الدم وأنحاء بعد انتهاء الهضم ينتقل قسم من الأغذية من المعي الدقيق في المعي الدقيق تنتقل أغذية المهضومة الأغذية المهضومة من المعي الدقيق إلى أين؟ إلى الدم إذن الأغذية المهضومة التي يحتاجها الجسم تتحول من المعي الدقيق إلى الدم مباشرة الذي ينقله إلى كامل أنحاء الجسم جيد أنحاء الجسم أما الأغذية تتبقى الغير مهضومة أما الأغذية الغير مهضومة فتطرح على شكل فضلات ثم مع تمرين السابع قال أكمل البيانات وضع عنوانا مناسبا لشكل قبل شرح الدرس نتأكد من أن التلميذ قد رسم هذا المخطط إذن أكمل البيانات ثم ضع عنوانا مناسبا لشكل هذا المسار يمثل مسار اللقمة أو مسار الأغذية أو نقول الجهاز الهضمي إذن من هنا تدخل اللقمة إذن هنا الفم إذن تدخل اللقمة عبر الفم بعدما تتقطع عن طريق الأسنان وتتبلل باللعاب ثم تدخل عبر المريء إلى غاية المعدة هنا تكون الأغذية عبارة عن عصارة ثقيلة ثم تتحول عن طريق المعي الغليء المعي الدقيق عفوا المعي الدقيق هنا في المعي الدقيق تكون الأغذية متفككة وهنا الدم يأخذ الأغذية المهضومة التي يحتاجها إذن هنا يكون نقول وعاء دموي وعاء دموي يأخذ الأغذية المهضومة التي يحتاجها الجسم من المعي الدقيق الركز جيدا يأخذها من المعي الدقيق ثم تتوجه الأغذية الغير مهضومة إلى المعي الغليظ ثم تخرج على شكل فضلات إذن هذا الرسم ماذا نسميه رسم تخطيطي يوضح العلاقة بين الأنبوب الهضمي والدم إذن العلاقة بين الأنبوب الهضم والدم إذن قلنا أن اللقمة تدخل عبر الفم تتفكك عن طريق الأسنان أو عن طريق المذغ وتدخل عبر المريء بعدما تبللت باللعب ثم في المعدة تصبح الأغذية على شكل عصارة ثقيلة ثم في المعيد الدقيق تصبح الأغذية عبارة عن عصارة خفيفة جدا هنا يتم تحويل الأغذية المهضومة إلى الوعاء الدموي ثم الأغذية الغير المهضومة تتوجه إلى المعيد الغليظة ثم تطرح على شكل فضلات مفهوم الآن مع التمرين الثامن قال لأنعم بصحة جيدة يجب تطبيق قواعد الصحة الغذائية أذكر بعض هذه القواعد قلنا قواعد وشن قواعد قواعد الصحة الغذائية أي متعلقة بالغذاء أو متعلقة بالهضم إذن أول قاعدة وهي تناول أغذية صحية في أوقات محددة إذن تناول أغذية صحية في أوقات محددة أيضا القاعدة الثانية من القواعد الصحة الغذائية وهي عدم السرعة في الأكل عدم السرعة في الأكل لأهظم الغذاء جيد ثم أيضا المذغ الجيد المذغ الجيد من القواعد الصحية أو قواعد الصحة الغذائية أيضا تفادي الأكل بين الوجبات تفادي الأكل بين الوجبات أيضا الاعتناء بالنظافة وذلك بغسل اليدين قبل وبعد الأكل وغسل الأسنان بعد كل وجبة أيضا ممارسة الرياضة أيضا النوم مبكرا كلها من قواعد الصحة الغذائية ثم مع تمرين التاسع قال أجب صحيح أو خطأ الدم ليس ضروريا للحياة لا الدم ضروري للحياة إذن خطأ يؤدي فقدان كمية معتبرة من الدم إلى الموت نعم عند النزيف وفقدان كمية معتبرة أي كبيرة من الدم تؤدي إلى الموفاة أو إلى الموت صحيح ينتقل الدم في دورة مغلقة نعم وفي عدة اتجاهات لا ينتقل الدم في دورة مغلقة وفي اتجاه واحد فقط إذن خطأ عند 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 إصابة شخص شخص بنزيف يجب تقديم بعض الإسعافات الأولية نعم عند الإصابة بنزيف يجب تقديم بعض الإسعافات الأولية صحيح لا نتبرع بالدم ونترك المصابين لحالهم لا يجب أن نتبرع بالدم لنساعد المصابين الذين يحتاجون إلى الدم إذن خطأ في الدرس العاشر إنتاج البذرة هو درس موجود في برنامج وزارة التربية الوطنية للفصل الأول لكن جل أو 99% من المدارس لم تصل إلى هذا الدرس إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تعنا لنهى اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته